اخبار الرابعة أهلا بكم أينما كنتم بداية يترأس السيد عبد المجيد طبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوة المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء يتنول عروضا تخص تحضيرات الدخول المدرسي 2022-2023 حرائق الغابات الأخيرة وتدبير مجابهتها وموسم الحصاد والدرس إضافة إلى مشروع قانون عضوي يتعلق بالإعلام ومشاريع قوانين منها النشاط السمعي البصري ولمشمل تعزيزا للوحدة الوطنية توجت الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى الجزائر بتوقيع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد طبون مع نظيره الفرنسي السيد إمانويل ماكرون على إعلان الجزائر من أجل شركة متجددة بين الجزائر وفرنسا الزيارة التي وصفت بالناجحة والمفيدة أثمرت التوقيع على أربع اتفاقية تعاون في عدة مجالات حيث أعرب الرئيسان عن عميق ارتياحهما لمخرجة الزيارة كما شهدت عقد الاجتماع التنسيقي الأول من نوعه بهذا المستوى منذ الاستقلال المزيد من التفاصيل في هذه الورقة للنادي العلمي هي زيارة ممتازة وضرورية ومفيدة للعلاقة بين الجزائر وفرنسا هذا ما أكده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في ختام الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى الجزائر التي دامت ثلاثة أيام زيارة وصفت بالناجحة جدا وضعت الكثير من الأمور في نصابها وأثمرت إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين البلدين وقعه الرئيسان هذا الإعلان يترجم الرغبة المشتركة في التأسيس لشراكة استثنائية شاملة قائمة على الاحترام وفقة المتبدلين وتوازن المصالح بين البلدين ويفتح مرحلة جديدة للعلاقات بين الجزائر وباريس وتكريسا للتوجه الجديد الذي اتفق الرئيسان على ترسيخه وعلاوة على إعلان الجزائر تم التوقيع على أربع اتفاقيات تعاون ثنائية في مجالات الصحة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتعليم العالي والشباب والرياضة إضافة إلى ذلك تم الاتفاق على التأسيس للجنة مشتركة من المؤرخين ستنصب قريبا وستعكف على دراسة ملف الذاكرة بعيدا عن السياسة وأهم ما ميز الزيارة انعقاد اجتماع لمسؤولي المصالح الأمنية للبلدين برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي وهذا لأول مرة منذ الاستقلال هذا الاجتماع الأمني غير المسبوق يعزز التنسيق بين الجالبين لصالح المحيط الجيوسياسي للبلدين حسبما أبرزه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أكد أن الزيارة سمحت بالاتفاق على العمل سويا لمصلحة القارة الإفريقية التي لا طالما دافعت عنها الدولة الجزائرية أشهدت وزيرة أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عبر حسابها الرسمية الخاص عبر على منصة تويتر أشهدت باللفتة الاستثنائية لمرافقة سرب من المقاتلات الجزائرية لطائرة الرئاسية الفرنسية لدى مغادرتها المجال الجوي الجزائري أشرف سيد الفريق أول السعيد شنغريح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس بالمركب الجهوي للرياضة العسكرية بالنحية العسكرية الأولى على مراسم اختتام المسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا لسنة 2022 التي احتضنتها الجزائر في الفترة الممتدة من 15 إلى 27 أوت الجري وهذا في إطار الألعاب العسكرية المنظمة سنويا بفيدرالية روسيا حضر هذه المراسم أعضاء من الحكومة إلى جانب رؤساء الوفود العسكرية الرياضية للدول المشاركة وسفرائها وكذا قائد القوات البرية والنحية العسكرية الأولى وألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي المزيد مع صونيا كاسي أشرف السيد الفريق أول السعيد شنغريح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالمركب الجهوي للرياضة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى على مراسم اختتام المسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا لسنة 2022 السيد الفريق أول وفي معرض كلمته أكد أن تنظيم الجزائر للمسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جواً 2022 لا دليل قاطع على التزابها الثابت وعزمها الشديد على دعم كل عمل يصب إلى ترقية الرياضة العسكرية لأن تشارك التجارب عن طريق تفتح الجيوش على بعضها البعض هو من موجبات التعاون الناجح إن تنظيم الجزائر المسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جواً 2022 تحت الرعاية السامية للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني لدليل قاطع على التزامها الثابت وعزمها الشديد على الدعم كل عمل يصبو إلى ترقية الرياضة العسكرية على مستوى العمل العلمي ويترجم قناعة الجيش الوطني الشعبي التامة بضرورة تشجيع تواصل الجيوش وتضامن فيما بينها خدمةً لتطور السلم في العالم ذلك أننا في الجيش الوطني الشعبي نؤمن يقيناً أن التربية الرياضية والبدنية فضلاً عن كونها تمثل ضرورة ملحة على ضروريات التنشيط البدني والصفاء الذهني والالتزام العقلي للأفراد العسكريين فهي أيضاً تمثل أساساً من أسليب أساسية إعداد الفرد العسكري وتحذيرهم القتال والرفع من جهزيتهم العملياتية هذا إلى جانب كونها واجهة الجيش الوطني الشعبي على الآخرين في مجال المنافسات الرياضية في مختلف الاختصاصات على الصعيدين القاري والدولي ولا شك أن تشارك التجارب وتبادل الخبرات عن طريق تفتح الجيش على بعضها للبعض لا سيما في مجال الرياضة العسكرية هو من وجبة التعاون الناجع والتواصل المثمر والبناء وأملنا كبير في أن تفتح هذه المنافسة الرياضية العسكرية الدولية أفاقاً وعيداً تتعزز عبرها علاقاتنا العسكرية وأمالنا أكبر في أن تكون الرياضة العسكرية بمثابة الرافد الآخر الذي يمنح التعاون بين جيوشنا الصديقة كل أسباب الدفع وعوامل النجاح السيد الفريق أول عبر عن أمله في أن تكون الجزائر قد وفقت في تنظيم هذه المنافسة الدولية وفي مستوى تطلعات الوفود الرياضية للدول المشاركة كما بلغ تهانية السيد رئيس الجمهورية للمتوجين في هذه المنافسة كما التمس تبليغ رسالة صداقة واحترام من كافة مستخدمي الجيش الوطني شعبي إلى نظرائهم في الجيوش الصديقة وهذا قبل أن يعلن عن الاختتام الرسمي لفعاليات هذه التظاهرة الرياضية العسكرية الدولية كما نأمل أن نكون قد وفينا في تنظيم هذه المسابقة الدولية وفي مستوى تطلعات الوفود الرياضية للدول المشاركة ونرجو أن يحمل ضيوفنا عند عودتهم لبلدانهم صورة مشرفة على الجزائر وعن الجيش الوطني الشعبي صورة ناصعة تحثهم وتحفزهم على زيارة بلادنا مستقبلا في مناسبات أخرى ولا يفتني أن أنقل أليكم أنتم الفائزون فرديا وجمعيا بالميداليات والكؤوس في مختلف التخصصات التهاني الحارة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الذي كان يتابع يوميا فعالية هذا الحدث الرياضي الهام كما أتقدم بدوري لجميع المتوئين بأخلص التهاني على النتائج الممتازة المحققة حاثاً إياكم على المثابرة على هذا المنوال من أجل تحقيق المزيد من التألقات والنجاحات التي تشرفون بها أنفسكم وترتقون بها إلى مستوى تطلعات جيوشكم وبلدكم ولا يسعوني في الأخير إلا أن ألتمس من جميع ضيوفنا الكرام تبدليغ رسالة صداقة وتقدير من كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي إلى نظرائهم في جيوشكم الصديقة آمنين أن تتجدد مثل هذه اللقاءات الرياضية في السنوات المقبلة ختاماً أتمنى لكم عودة ميمونة إلى بلدانكم وأعلنوا رسمياً عن اختتام فعالية مسابقة الفصيلة المحمولة جواً للسنة 2022 وكان الحفل قد شهد قبل ذلك تقليد المتوجين بالميداليات والكؤوس حيث نال فريقنا الوطني العسكري المرتبة الأولى حسب الفرق في جميع التخصصات احتل المرتبة الأولى في التصنيف الأول بطل هذه الدورة هو فريق الجزائر جدير بالذكر أن هذه المنافسة الرياضية العسكرية الدولية التي احتضنتها الجزائر شهدت مشاركة عدد كبير من الرياضيين ذكوراً وإناثاً يمثلون 16 دولة بما فيها الجزائر خاض منافسات في العديد من التخصصات على غرار سباق العربات القتالية المدرعة القفز المظلي الدقيق سباق التوجه ومنافسات الفنون القتالية بالإضافة إلى مسابقات رياضية فردية وجماعية أخرى فشأن التربوي وتحضيراً للدخول المدرسي المقبل تعزز قطاع التربية بولاية عامة بهياكل ومرافق جديدة من شأنها تخفيف الضغط المسجلي في بعض المؤسسات التربوية المزيد مع عبد النور هامل هياكل تربوية جديدة تعزز بها قطاع التربية بولاية عامة لاستقبال التلاميذ في أحسن الظروف وتخفيف الضغط المسجل في بعض المؤسسات التربوية على مستوى الطور الابتدائي سيتم استلام خمس مجمعات مدرسية أربعون قسم للتوسيع على مستوى الطور المتوسط سيتم استلام متوسطين بمتوسطين نقاف خمسة مئتين وشبا وكذا عشر أقسام للتوسيع على مستوى الطور الثانوي سيتم استلام عشر أقسام للتوسيع وبهدف التكفل الأمثل بالتلاميذ سيتم استلام مطاعم مدرسية ووحدتين للكشف والمتابعة إضافة إلى الملاعب الرياضية بمختلف المؤسسات التربوية مدرية تجهزة العمومية رفعت تحدي وبالتنسيق مع مصالح مدير التربية أن هذه المشاريع تستلم في موعدها في موعدها كما مبرمج منها الأقسام للتوسعات منها المتوسطتين وكذا وحدتين المتابعة وذلك تحضير للدخول المدرسي 2022-2023 تم اتخاذ كل إجراءات لازمة من أجل تنصيب التجهزات في وقتها المحدد مع العلم أنه تم اقتناء طاولات فرضية على مستوى كل المؤسسات المستلمة مشاريع أنجزت وأخرى تعرف تقدما كبيرا في نسبة الأشغال مرافق من شأنها تدعيم قطاع التربية بالولاية ضمانا لدخول مدرسي ناجح تنمويا وتسهيلا لتجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية تشهد منطقة النشاطات ببرج بوريريج وارمايل بيراس الواد عملية تهيئة شاملة للطرق المهترئة المتبعة لسعيد بلونيس تعد منطقة النشاطات مشتفة ما ببرج بوريريج وارمايل بدائرة راس الواد أهم الفضاءات الاستثمارية لتوطين المستثمرين ومشاريعهم والتين تتربعان على مساحة تفوق الخمسمائة هكتار إلا أنها تعاني من نقص في عملية التهيئة فضلا عن تضاريسهما الصعبة سوف رينا مع المطار ما تقدرش تمشي في سخانة هنا البودرة على الغبار ما تقدرش ما تقدرش ما تقدرش نقص لزنجا نقص كلش كلش ما كان جيبل ما جيبو انتا كلش تجيب انتا ما كان وارو ما كان وارو هذا الأمور تعد الطرقات والسينيسمون القازين سيد سويت يعتمر عامل أساسي لتنظيف المحيط بوردوني ان كليما ففورابل بوردوني ان كليما ففورابل للعمل للعمال للنزام في استيسار لمدى بهم يجونا للبرج بوريريج السلطات الولائية وتشجيعا منها للاستثمار وتثليل كل العقبات التي تحول دون استقطاب المزيد من المستثمرين باشرت عملية تهيئة ضخمة مست مختلف الشبكات وتزفيت المحاور الأساسية بها خصصنا مبالغ مالية ضخمة تفوق 800 مليار سنتيم منها 600 مليار سنتيم خصيصة لمنطقة صناعية مشتفة طيما و200 مليار سنتيم خصيصة لمنطقة صناعية رمايل ببلدية راسلوات واليوم الانطلاق في المنطقة المتواجدين فيها وأيضا في منطقة رمايل برسلوات من أجل إعادة تفعيل عملية التهيئة العملية من شأنها جلب التدفقات الاستثمارية في ولاية استثمارية بامتياز تأهبا لتجسيد بنود قانون الاستثمار الجديد تنفيذا للبرنامج الوطني لحماية المدن من أخطار الفيضانات جندت ولاية ورقلا المصالح المتخصصة لتنظيف مجاري المياه والبلوعة خاصة مع اقتراب موسم الأمطار المتابعة لمختارية بن مريم تدابير وقائية استباقية حرصت على تطبيقها بلديات ورقلا بالتنسيق مع دوان التطهير والجزائرية للمياه تحذيرا لموسم الأمطار حيث تضمنت حملة تنظيف كبرى تحت إشراف سلطات الولائية قمنا اليوم ببدء عملية كبرى لتنظيف شبكات الصرف الصحي لولاية ورقلا وكذا المشاعب ومجاري صرف المياه الأمطار عملية تنقية شبكات فيها أحجار فيها كذا تكون عملية صعبة مام هي فيها مخاطر على عون الاستغلال اللي يجب عليها أنه يهبط يعني ينزل داخل المشعب باش يخرج هذه الأشياء الصلبة نحن كشركاء في القطاع الجزائري المياه قدمت مجهودات بشرية ومادية منها الصهاريج والعمال كيد عاملة وكذا توفير مادة الجير من أجل المساهمة في التنقية بصفة فعالة الحملة هذه جندت من أجلها إمكانات بشرية ومادية لإنجاح هذه العملية التي شملت الطرق الرئيسية بالولاية تنظيف البلوعات كل عام وهذه مساهم ممليحة ونتمنى من المواطن الثاني يساهم والطريقة ليساهم بها المواطن هي أنه يحافظ ويعرف الشير ما يبرك المواطن هو جزء من الحل المشاكل اللي رأي تصرى في هذا الأمر نظافة المحيط تتطلب وعي الجميع بأهمية مثل هكذا حملاته لأن المواطن هو المتضرر الأول مهما تعددت الأسباب دوليا شدد عضو الأمنة الوطنية لجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي أبي بشرايا البشير على أن ما ورد في البيان الصادر عن وزارة خارجية الاحتلال المغربي بخصوص استقبال الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي من قبل نظيره التونسي قيس سعيد غطرسة وعدوانية واحتقار تجاه بعض الأشقاء وانتقائية في التعامل مع الدول وكل هذا يخفي إحساسا واضحا بالفشل الذريع في تحقيق أي هدف من أهداف الاحتلال بانضمامه للإتحاد الإفريقي في الفين وتسعة وسبعة عشر مضيفا أن تونس بلد مضيف لقمة تيكاد في نسختها الثامنة والإتحاد الإفريقي هو الجهة المنظمة بشراكة مع اليابان وهي نفس الإجراءات المعمول بها في قمة الشراكة بين الإتحاد الإفريقي واليابان والمعتمدة في بروكسل خلال قمة الشراكة الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي مطلع هذا العام وأضف أبي بشرايا لم نسمحينها إطلاقا بأي ضجيج أو سحبا للسفير المغربي من بروكسل للتشاور في خضم إنعقاد فعالية مؤتمر توكيو الدولي للتنمية في إفريقيا بالعاصمة تونس أبدأ المخزن المغربي امتعاضه من مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية امتعاض يعد بمثابة تطاول على جار آخر كيف لا والمخزن لا يكف عن التمادي في تطاوله على الجيران محمد سليم حمدي في هذا التقرير لا تبدو الأمور كما رسمها المخزن وسوق لها في عديد المحافل الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في إطار فعاليات مؤتمر توكيو الدولي الثامن حول التنمية في إفريقيا الذي تحتضنه تونس مشهد سيبقى عالقا في الأذهان كما ستتكرر معه ولا شك خيبات الرباط بعد محاولات عدة لعزل الصحراويين من مثل هذه المناسبات مناسبات هم أحق بحضورها بقوة القوانين والشرعية الدولية على مواقع التواصل الاجتماعي استفت المواقع المخزنية وأخرجت كل ما لديها من شتائم وإهانات لتونس ليس الأمر كذلك فحسب بل إن الموقف الرسمي لم يجد بدا من اتهام الدولة التونسية باتخاذ قرارات يصفها المخزنية بالمعادية للمغرب اتهامات بدت مفاجئة للتوانس حكومة وشعبا بل حتى المتابعين للشأن المغاربي استغربوا خرجة الرباط فالصحراء الغربية والحال هذه تعد عضوا في الاتحاد الإفريقي وملتزم بمواثيقه وقراراته كما أن حضوره في مؤتمرات سابقة للتيكاد كانت على مرأة ومسمع الوفود المغربية التي كانت في كل مرة ترغي وتزبد في محاولات يائسة لخلق أزمات مماثلة أزمات تؤدو كلها وتطمسها قوة الشرعية الدولية فما الذي حمس الرباط على مناكفة الشقيقة تونس والاستقواء عليها؟ ليس من الصعب بمكان الإجابة عن مثل هذا السؤال فيكفي بعض من عناء البحث في تاريخ علاقات الجار سيء الصيط لتأتيك حقائقه نظام إذا أت من خان وإذا حدث كذب وإذا تورت فجر وتلكم إجابة شافية ونختم أخبارنا بأخبار الوطن وبالضبط من الجلفة حيث لا يزال لباس التقليدية النيلي يحظى بمكانة خاصة عند النسوة النيليات لما يضيفه من تمييز وأناقة على من ترتديها فحمد أبي إسماعيل وتفاصيل إن كان الزي النيلي قد بدأ يختفي عن الأنظار فإن بعض الأياض الناعمة من أمثال الحرفية عزيزة لا تزال تحافظ على هذا الموروط بإدخال تعديلات تواكب وقتنا الحالي حابة نكمل أن نطوره من نايلة تعنا وأنه نحافظه على أنه يتم من نايلة تعنا هو الدارج هو اللي يمشي خاصة أنه تزيين تاعدها يلعب دار مثلا النايلة يكتمل بالزمالة بالشدة بالعمامة بالخمري والحلي ثاني تاعد نايلة هي اللي تزيد من نايلة تعنا تزيد نظرة أبها وتفصل نايلة تعنا على أصول شغفها بالخياطة جعلها تشرف ولايتها في عديد المهرجانات الوطنية لقية كل الدعم من عائلتها الصغيرة وجدت منها كامل الدعم المعنوي والمعدي وأتمنى كذلك المتابعة من السلطات المعنية حاولنا أننا نوصل لهم رسالات متعددة في أننا يكون من تشتاهم متجدد ومعاصرا وفي نفس الوقت محافظ على الأصالات النيلي ليبقى الزيو النيلي موروثا تحافظ عليه المرأة الجلفوية مبقية على شكله الأصلي المتوارد وسط الزخم الذي تعرفه الحياة المعاصرة بمورثنا المادية الأصيل نختم أخبارنا ألقاكم مجددا تمام الخامسة في نشرة إخبارية مفصلة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة